من موقع المصري اليوم نقرأ التعليم تعلن الطوارئ لانطلاق امتحانات الترم الأول وواصلت وزارة التعليم الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر أن تنطلق غدا وتستمر حتى 11 من مارس المقبل وعلنت توفير نمازج استرشادية لصفوف النقل بمدارس اللغات لمادتين الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية وذلك استجابة لمناشدات أولياء الأمور وأعلنت دكتور طارق شوقي وزير التعليم توفير نماذج مترجمة لطلاب المدارس الفرنسية ورد على استفسارات أولياء أمور طلاب المقيمين بالخارج وفي نفس الوقت مقيدين بمدارس مصرية حول احتساب نتيجة امتحان السات لأبنائهم الدارسين بنظام الدبلومة الأمريكية والذين امتحانوه خارج مصر ليتمكنوا من دخول الجماعات المصرية بهذه النتيجة قاطبت الوزارة المدريات التعليمية بدواب تنظيم امتحانات الهوية القومية للغة العربية والدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادية بالمدارس الدولية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا